موسيقى مشاهدين المحترمين السلام عليكم و أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من آخر طبع معي هنا في الستوديو لمناقشة الأزمتين السورية واللبنانية النائب اللبناني إمير رحمة أهلا وسهلا بك سيدي الله معك لكن مشاهدين قبل البدء في الحوار سنتوقف مع هذا التقرير الذي أعدته الزميلة رويدة أبو عيد ويلقي الضوء على عنوين بعض الصحف العربية التي صدرت اليوم شكرا ملحم أهلا بكم إلى أبرد عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نستهلها بصحيفة النهار اللبنانية والتي عنونت ميقاتي استقالة لم تعد واردة إطلاقا جعجع لن نتراجع مهما كلف الأمر هدنة الأطحى لم تصمت ساعات والنظام والمعارضة يتبادلان الاتهامات اشتباكات بين ميليشيات كردية والجيش السوري الحر في حلب تثير المخاوف بريطانيا ترفض طلبا أمريكيا لاستخدام قواعدها في المواجهة مع إيران أطحى العراق داما واستهداف للشيعة والشبك ثمانية عشر قتيلا وعشرات الجرحة بينهم زوار إيرانيون إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية خادم الحرمين حوار الأمة الإسلامية مع نفسها يعد واجبا شرعيا سوريا استئناف القصف الجوي ومئتا قتيلا حصيلة الهدنة العراق هجمات وثيارة مفخخة في ثاني أيام العيد إلى صحيفة الجمهورية المصرية ماذا بعد معركة مدينة نصر خبراء الأمن لا وجود للقاعدة في مصر سيف اليزل ضبط ثمانية إرهابيين ومتفجرات متطورة لم تدخل من قبل وانتخابات البابا غدا إلى صحيفة الثورة اليمنية رئيس الجمهورية يدين الهجوم على مصنع الأسلحة التقليدية في السودان توارئ بشرق أمريكا تحسبا للإعصار سندي إسرائيل تحذر الفلسطينيين من اللجوء إلى الأمم المتحدة وأخيرا مع صحيفة العرب القطرية عودة الفوج الأول من الحجاج اليوم مرسي يتعاهد بإدخال مواذ الإعمار لغزة البشير يزور جوبا قريبا قصف جوي يكرس انهيار هدنة سوريا وطوارئ في نيويورك تحسبا لسندي إلى هنا نكون وصلنا إلى ختم هذه الفكرة شكرا لمتابعتكم وإلى ملحم شكرا لك يا رويدا أستاذ إيميل بداية سنتحدث في الشأن اللبناني يبدو أن عطلة العيد كان لها تأثير جيد جدا على المشهد السياسي اللبناني لمسنا هدوء وبالرغم من أن البعض وصف هذا الهدوء بأنه هدوء حذر هل ترجح أن يستمر هذا الهدوء أم أننا سنشهد تصعيدا سياسيا وشعبيا خلال فترة ما بعد العيد إذا صدق الأكتاب 14 أدار نحن ذاهبون إلى تصعيد نوعا ما هل هو تصعيد سياسي سيبقى في إطار المهاترات السياسية أم أنه سيستعيد الشريط الذي شهدناه عند اغتيال الشهيد لا ما بقى يقدروا لأنه هن مزعجين من حاله لأنه عملوا خطأ كبير الشارع مش قلون ما بيقدروا يتحكموا بالشارع بالعكس كان ضدهم الشارع سيكون هناك حراك سياسي مع بعض الضجيج ضد الحكومة وضد المؤسسات في لبنان حتى بالسلطة التشريعية يريدون أن يجربوا ويعطلوا حتى لا يطلع أنه الانتخاب جديد مثلا هناك حركة تعطيلية من قبل 14 أتوقع هذا نعم كيف تنظر إلى الخلاف الذي حصل مؤخرا بين النائب اللبناني وليد جمبلات ورئيس الحكومة السابق سعد حرير يعني ما تأثير هذا الخلاف على المشهد السياسي المقبل مش تأثير كبير تأثير كبير يعني عادة بالفترة ما قبل نهار الخميس أطلالة وليد جمبلات كان الجو وسطي عندي يعني مثل كأنه قابل شقفي منه 14 أدار وقابلين شقفي نحن 8 هلأ مثل كأنه عبر التويتر رئيس سعد الحريري رفض هذا التباوضع يعني باللي قاله لدولة الرئيس سعد الحريري لا وليد جمبلات على شاشة التلفزيون أنه أو بتكون معنا مثل الكل يعني مثلك مثل سمير جعجع مثل الكل مثل كل كيادات 14 أدار أو نحن مش موافقين بتموضعك الوسطي ضربة على الحافر ضربة على المسمار يعني هل تعتقد بأنه حصل طلاق بين المستقبل والتقدم الاشتراكي؟ يعني وليد بيك ما بيطلق بيترك لكل الأمور رجعتها ولكن فيه نوع من سيباراسيون هلا فيه نوع من انفصال ولكن هناك محاولات حثيثة الآن خاصة من قبل تيار المستقبل لإعادة المياه إلى مجرية لترميم الأمور صحيح؟ نعم بس أنه بدأت يخد وقته وأنا برأيي أنه مش في جو كهرب بين ما ينظر إليه وليد جمبلاط وينظر إلى المرحلة وكيفية معالجة أزماتها وكيف ينظر سعد الحديث في خلاف بالنظرة هل ترجح فكرة من يقول بأن الخلافات كانت سبب تركمات وليست وليدة الموقف الذي أطلقه النائب وليد جمبلاط من وقوفه إلى جانب الحكومة وعدم قبوله باستقالتها؟ يعني إذا بدون ينزعجوا من وليد جمبلاط لأنه عم بيواجه مطرع ما هني بيحبوا يواجهوا إقليميا أكتر منهم بس عم بيروقها بالداخل بتكون قصتهم مشكلة يعني بيكونوا مبالون إلا بالكرسي يعني وليد جمبلاط إذا زعلانين منه هني ما لازم لازم هني عندهم مشكل فاتحينه وعملينه للبنان يعني هو المشكل السوري أني بالخطاب وبالتأييد وبالمساعدة وبالدعم أني عم بيقيدوا الثورة السورية مع كل فصائلها يلي ما بيعود اسمها ثورة بسورة اسمها مسلحين وارهبيين إلى آخرين أني عم بيساعدوا وليد جمبلاط بهذا الموضوع ما عم بيأسر ما انهم مرتحين ليش؟ لأنه هني ما بيهمهم هني بيهمهم بالسراية بدهم من وليد جمبلاط يقول لهذه الحكومة لهذا الرئيس الحكومة أنه تعوه لازم نستيل حتى لو حكي منيح برا يعني هني ما بدهم إلا هل يعني عم بتبين السطون أنه قومت أقعد محلك فهي دي مشكلة بالحياة السياسية تحدثت عن أنه يعني هناك اتهامات يعني من قبل أو أنتم تتهمون إنجاز التعبير 14 دار بأنهم يسلحون المعارضة السورية ويساهمون في تمرير السلاح إلى سوريا مين إحنا؟ أنتم في الثامن من أذار أنا لا أعرف أنا أمير رحمي لا أعرف من يسلح من أنا بعرف بالخطاب السياسي أنا محامي كتير دقيق لا أتهم مسبقان لا أعوذ بالله أنا إذا ما بلقى بالجرم المشهود حدا عم يعطي فرد لحدا ما بحكي حتى ما بحكي بترك القاضي يحكي حتى إذا بالجرم المشهود شفت شغله ما بحكي لا وقال لا ما بكون محامة ولا بعرف الأصول القانونية بس أنا عم بقول أنه الخطاب السياسي خطاب ميداني أكتر منه طرح فقط خطاب ميداني يعني العنوان السوري هو اللازمة الدائمة لخطابهم السياسي ولكن نفس الشيء نحن نلمسه أيضا في خطاب الثامن من أذار مش صحيح كيف؟ ما سألني كيف؟ هني ما في بيان إلا بيحكوا شيء عن لبنان وبيقولوا لازم إسقاط النظام السوري نحن بالعكس يعني وقت نحن منحكي بالموضوع الستراتيجي الكبير منقول في محور ممانعة لازم ما يسقط المحور الممانعة مش بخطابياتنا دايما يعني مثلا إذا بتشوفت نحن تكتل تغيير الإصلاح العماد عون كل نهار ثلاثة بيحكي إذا سؤل بيعطي رأيه بس منه لازمة وعنوان عريض في خطابه كل ثلاثة نحن النواب بشاك السيد حسن نصر الله بس يحكي إقليميات بيقول لاش بيقول هو مع الإصلاحات ومع الشعب السوري كله يمينا وشمالا ولازم تاخده بالإصلاحات ومش لازم تنضرب سوريا لأن سوريا الجيو بوليتيك بسوريا يقضي بأنه تربح إسرائيل كتير إذا تدمرت سوريا على مستوى الخطاب السياسي هناك من يقول بأن هذا الخطاب الذي نسمعه من رابع عشر من أذار حول الأزمة السورية المتكرر كما تقول أنت أستاذ إميل هو طبيعي بسبب الخلاف السياسي القديم الموجود بين هذه القوى وبين النظام السوري عظيم ولكن إذا اتفقنا برأيي أنه صار في اتفاق عنده ونعمل إعلان بعبدا نعم إذا اتفقنا أنه لبنان عنده مصلحة قصوى بأن لا يستدرج الأزمة السورية إلى صحنه بيكونوا هني عم بيخرطوا بالاستقرار لبناني هني الحريات المعهودة في لبنان تسمح لهم يقولوا البدنية بس فعليا فعليا هني عم بيمسوا لا بل عم بيدقوا بالاستقرار اللي هو مطلب أساسي اليوم بلبنان نعم بالعودة إلى الخلاف بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب وليد جملاط هل تعتقد بأن مواقف وليد جملاط محفظ الألقاب يعني كانت بمثابة الرافعة لقواء الثامن من أزار التي أراحتها التي يعني أزاحت عنها هذا القلق والتوتر من إسقاط أو محاولات إسقاط الحكومة هل هذا الأمر أصبح منتفي بشكل كلي أول شيء ما كان في قلق وما كان في توتر أبدا العكس كان في شحنة وجرعة هائلة من قبل 14 إلنا ولا الرئيس نجيب مئات لو لم يتخذ وليد جملاط هذا الموقف لو وقف إلى جانب الرابع عشر من أزار سقطت الحكومة كيف تسقط سقطت الحكومة عبر الأغلبية كيف في البرلمان أنه بيطلبوا إعطاء طرح السقة بتسقط صح دستوريا يعني أكيد ريحنا وليد جملاط موقفوا من الحكومة وليد جملاط بريح من أدار لأننا نحن مصررين للإستقرار الوطني اللبناني وليس حبا بالكرسي الوزارية أن تبقى هذه الحكومة لأنه ما فينا نعمل حكومة جديدة يعني لحن نلاقي مصاعب كتير وهذا قرار هذا إذا بتلاقي إذا بتلاقي رغبة دولية وأقليمية وقرار محلي فيه حكمة لمصلحة لبنان وليس لمصلحة إبقاء الوزراء لأنه هلأ المسئولية تكليف أكتر مننا تشريف يعني هلأ بفتعة المسئولية نعم عنده مشكلة أكتر ما عنده رياحة نعم سنواصل يعني الحوار حول هذا الموضوع ولكن اسمح لي أن ننتقل إلى فقرة الحدث مع مقتطفات من الصحافة العربية الحياة لبنان اتصالات إقليمية دولية بحثا عن مخرج تتوقع مصادر رسمية مواكبة للاتصالات الجارية من أجل استكشاف مخرج للمأزق السياسي الذي بات لبنان أمامه مع اغتيال رئيس فرع المعلومات اللواء وسام الحسن أن تدخل البلاد حالا من شرعها للسياسي نتيجة سداد أفق الحلول السياسية حتى إشعار آخر ما لم يحصل اختراق من الجدار المسدود ولسيما بعد انفجار الخلاف بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط الأوساط الساعية ترى أن الجهة الوحيدة القادرة على البحث عن مخارج للأزمة هي رئاسة الجمهورية تشترك أوساط رسمية ومراقبة في القول إن الحل لا يكون إلا عبر الخارج لكون أصل الأزمة خارجيا لكن الحل في الخارج أقرب إلى التعجيز فالخارج يتعاطى مع لبنان على أساس أنه امتداد للأزمة السورية تفيد المعلومات بأن اتصالات سعودية عربية وسعودية غربية نشطت خلال الأيام الماضية لتكثيف البحث في الوضع اللبناني وهو بحث سيتواصل في الأيام المقبلة وخصوصا أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيزور الرياض الأربعاء المقبل كذلك سيزورها وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج إضافة إلى التواصل المستمر مع واشنطن وتركيا والدول العربية الرئيسة وتدعو الأوساط المتابعة لهذه المشاورات إلى انتظار نتائجها خلال الأسبوعين المقبلين النهار ميقاتي استقالة لم تعد واردة اطلاقا قال رئيس الحكومة اللبنانية ناجيب ميقاتي للصحيفة إن الاستقالة لم تعد واردة اطلاقا لأنها أصبحت تعني قبوله تحمل المسئولية عن دم اللواء ويسام الحسن ميقاتي أضاف أن الخطاب الذي سمعه من المعارضة جعله يعيد النظر في موقفه السابق من الاستقالة لأنه على الاستقالة أن تكون مدخلا إلى حل ولا إلى أزمة وإذ رفض ميقاتي الكشف عن الصيغة التي يجري العمل عليها لإيجاد حل للأزمة علمت الصحيفة أن هناك صيغا يجري درسها بجدية بين رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وميقاتي وتجري اتصالات في شأنها مع مختلف الأفريقاء السياسيين علما أن أوساط بعبدة تؤكد أن الرئيس سليمان ماض في بلورة مناخ توافقي حول تأليف حكومة جديدة كذلك لفت في هذا الصياق تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري تكرارا تأييده لحكومة وحدة وطنية وقال بري للصحيفة أنه جاهز للمباشرة في تأليف حكومة وحدة وطنية أستاذ إميل ألا تعتقد بأن الوتيرة التي تحدث بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن أن استقالته لم تعد واردة إطلاقا على الأقل في المرحلة الراهنة يعني يؤجج قوى الرابع عشر من آذار أكثر مش ناقصا شيء يؤججون منهم أجججين خلقا اللي عملوه بقبال السرايا ما غير طبيعي تنشيط يعني أنا بأيده لدولة الرئيس ميقاتي باللي قاله يعني وقت اللي بيحملوه بيجربوه يحملوه دم دمه اللواء الحسان يعني إذا استقال وخضع مثل كأنه وافق على أنه وافق على أنه يتحمل هذا العكس أنه يستفزوه يعني دولة الرئيس ميقاتي سروا ثلاثة أربعة شهور بيبحث بالاستئالة للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية أو لتفاهم من ما وإذ هذا الاستفزاز حطوا بعين العالم يعني قاله الاستفزاز دايما بيقوي بنشط يحطوا للمواجهة لماذا تعتبرون تصريحات قوى الربع عشر من آذار استفزازاً مع أنه تحميل المسئولية جاء من منطلق أن هذه الحكومة التي كانت يعني موكل إليها الحفاظ على الأمن وأحدى أهم مهامها الحفاظ على الأمن فشلك في هذا الموضوع ساعتها بيقولوا أنه بالخطاب أنه عادة في الدول التي تحترم نفسها عندما يقع حادث كبير بحجم فاجعة بحجم كارثة على الحكومات أن تستقيل أو بعض الوزراء المعنيين أن يستقيلوا وهيك بيصير بالدول اللي من وضعها استثناء بس مش بيقولوا نحن نحمل دم الله يرحمه وسام الحسان نحمل رئيس الحكومة دم هذا بعد ما صارت ولا حدا بالخارج وبالداخل حمل الدم أنت ابن بعلبك تعرفش ما أنه يتحميل الدم يعني هو قاتله يعني هو متواطئ لقتله يعني هو حاطت خطة مع الذين اغتالوه الجملة باللغة العربية لا تقبل تفسيراً آخرا وده غير مقبول باللغة السياسية لك أنا إذا شفت حدا يا تلي خي ما بقولها الجملة بمطر القاضي لا يقولها يعني كتير انطلاقاً من هون راحوا يعني اجتازوا خطوط حمراء كثيرة مش خط واحد بالموضوع واعتبروا أنه أنه هي تهاوت لوحدها وقالوا أن الشباب شرفوا يلا نحن يعني هني كانوا مفكرين أنه دولة الرئيس ميقاتة بيستقيل وبفل نعم ولكنهم يقولون أيضاً بأن هذه الحكومة هي تقريباً إنجاز التعبير حكومة النظام السوري أو حلفاء النظام السوري في لبنان وبالتالي كشفت لبنان أمام النظام السوري ومخابراته التي كما يقولون وحسب اتهاماتهم هي التي افتعلت هذه الجريمة أنا هون بتوقف بإعجاب أمام ما صدر عن لواء أشرف ريفي اللي هو أكثر المعنيين وأكثر العارفين ترك كل الاحتمالات تعاطى بشكل مسؤول حيال هذا الموضوع ما قال في احتمال واحد وعمل خطاب حوالي أربع سيناريوهات تقريباً يعني طبيعي ولكن أليس النظام السوري هو المستفيد الأول من شو؟ من قتل العميد ويسام الحسين أنه بيربع حالة بدغري ساعتها أنه شو بيعمل نظام ساعتها إذا قتل نبدي أنا أحكي أنا وياك هناك استفادة حسب التحليلات الصادرة في إعلام قوى الرابع عشر من أذار أن النظام السوري يحاول تصدير أزمته في الداخل إلى دول الجوار انظر إلى الخروقات التي تحصل يوميا من قبل النظام السوري للحدود التركية السورية محاولة افتعال حرب تصدير الأزمة الداخلية السورية إلى الخارج أيضاً في لبنان لأن تصدير الأزمة هو ينفع النظام السوري عبر توسيع الطوق حوله مش من هالرأي أبداً أنا برأيي النظام السوري ما عنده مصلحة بتصدير الأزمة لا إلى لبنان ولا إلى تركيا النظام السوري 100% غاطس بكيفية حل أزمته في الداخل السوري ولكن عظمة سوريا جميل اشرح ليك كيف لا يستفيد النظام السوري من اغتيال وسام الحسن وتصدير أزماته إلى الخارج النظام السوري أهمه يسكر علي الحدود اللبنانية المفتوحة علي الأزمة السورية إذا ما بقيت مفتوحة على لبنان يخسر فيها النظام السوري ولا يربح لأنه النظام السوري مش بيحاجة لسلاح لنحن نبعث له إذا نحن حبين نبعث له نحن مش حبين في فريق مأيد النظام السوري نعم عم بيقولوا أنه نحن مأيدينه شاك؟ ومصبوط 8 قدار مأيد النظام و14 مأيدين الأفريقاء المسلحة نعم شاك؟ نحن إذا الأزمة السورية متداخلة مع الأزمة اللبنانية وإذا عنده مصلحة النظام السوري تفتح يعني بده ياخد من عندنا شي ياخد شو هو بيحاجة لشو هو بيحاجة لحدود مثكرة ما ينعملوا لا من الشمال ولا من عندنا من الباع من الباع من عرسال يعني هو مصلحته القصوى أنه تكون أروى وضع هلأ بهالأزمة السورية هو لبنان هذا المنطق السهل المبين الحاضر الجيش السوري منه بحاجة لقوة ميدانية على الأرض لتقاتل معه جيش السوري بحاجة لموقف روسي بمجلس الأمن بحاجة لموقف إيراني إقليمي طيب اسمح لي في ظل الظروف الرهنة التي نشهدها الآن في سوريا في العالم العربي التوتر بين سوريا وتركيا هل من الممكن أن يستمر الهدوء في لبنان؟ هل هناك إرادة إقليمية بالدرجة الأولى؟ نحن لمسنا موقفا دوليا مع استقرار هذه الحكومة مع بقاء هذه الحكومة إلى حين ولكن هل هناك إرادة إقليمية؟ هل بعض الدول الخليجية تريد هذا الاستقرار في لبنان؟ لا لا أعتقد هل من بلد؟ إذا بدك كيف يتصرفون؟ من بلد علينا نكون منطقيين بالرغم من كل عداء لسوريا حتى أعداء سوريا المباشرين بالخليج وغير الخليج بدهم الاستقرار في لبنان ولكن بذات الوقت بذات الوقت تحت الطاولة وعلى الأرض فيه مثلا هذه الباخرة شو اسمها؟ باخرة لطفالة نايم مدري شو؟ لطفالة نايم المحملة بالأسلحة لماذا بدأت إجت على ترابلس بوقت الأزمة السورية لحتى يبعثوا سلاحها لوين برأيك أنت؟ لوين؟ ما ترابلس كلها من ترابلس لعكار عم تغلي غلة بموضوع التعاطف مع جيش السوري الحر والثوار خي مبارح اقتحام السراية كان لحيكون بقيادة جيش السوري الحر أكثر من قيادي لبنانية هل قد متأمودة؟ هذه مصلحة النظام السوري أنه يكون هل قد الشارع اللبناني يعني جزء من الشارع اللبناني وجزء كبير لقيت هل قد أخصام النظام السوري؟ نعم يعني التجربة علمتنا نحن كلبنانيين بأن المواقف الدولية عادة لا تدعم الاستقرار في لبنان هل هذه المواقف التي لمسناها مؤخرا هي كرمة لعيون اللبنانيين؟ أم أن الوضع مختلف؟ هي مصلحة كبيرة؟ ما هي مصلحة؟ يعني بكل صراحة لا أعرفها كثيرا ولكن كمان الدول الكبرى خايفة من في خلايا كانت كثير نائمة للقاعدة وغير القاعدة معتبرين أنه هالمحيط هالمحيط في شقفي بلبنان شقفي بالأردن خايفين أنه تقوى وتنمى أكتر لكي تلاقي في طرح سياسي جديد دولي من الدول الكبرى أنه مثلا أوباما رايع عماركة عماركة ولكن اسمح لي هناك من يقول أن التوتر في لبنان هو يسقي مصلحة النظام السوري بسمقلت لك شؤال أوباما مثلا مصرين أنه مي يسلح المعارضة السورية لكي لا تقوى هذه الشلايا الموقف الأمريكي برز منذ حوالي تقريبا شهرين أو ثلاثة أشهر لماذا برز؟ هناك مخاوف حسب الصحف الأمريكية مخاوف من الجماعات المتشددة التي بدأت تطفو على السطح الآن في سوريا مظبوط فإذا عندهم مصلحة أنه يكون في استقرار بلبنان لأنه إذا ما في استقرار بلبنان هودة عم يصحوا بقوة ولكن هناك سيناريو آخر ذكرته قبل قليل أنه التوتر في لبنان يخدم النظام السوري التوتر في لبنان يخدم النظام يخدم النظام أنا هايك قلت ولا؟ لا المقصود بأن المواقف الدولية هذه الداعمة للحكومة اللبنانية والاستقرار لبنان جاءت بناء على منع هذا السيناريو الذي ذكرناه قبل قليل أنا برأي ما هو إعلامي في هذه الدول يختلف عن ما هو أمني مش هيدا رأي الأمنيين بالخارج وعندهم سياساتهم اللي بدونه عندهم المماحكة مع روسيا عندهم أنه ما لازم يكون فيه ثنائية دولية هاي دي كمان عندهم اعتباراتهم بدون يتعاطوا فيها ونحن لازم نقراها مظبوط نحن رايحين نحن رايحين من سوريا من الساحة السورية على ثنائية دولية اسمح لي أن أتوقف أنا برأي في ندم أمريكي بالموضوع السوري على كل حال بعض الفاصل نحن سنستكمل أيضا الحوار حول هذا الموضوع وبالإضافة إلى الأزمة السورية ويعني الهدنة التي اخترقت وحتى الآن لم يعرف من الذي اخترق هذه الهدنة فاصل ومن ثم نواصل هذا الحوار من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام لا نزال معكم في آخر طبعة أذكر بضيف الكريم النائب اللبناني سنستكمل هذا الحوار لكن بعد أن نستعرض مقتطفات من الصحافة الإسرائيلية فالنتابع معاريف عندما قالت إيران لا لأوباما حاول بارك أوباما بعد بضعة أشهر على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة استئناف العلاقات الدبلوماسية على نحو تدريجي مع إيران وصولا إلى فتح السفارات وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة الجمهورية الإسلامية رفضت الاقتراح خوفا على مستقبل نظام آية الله هذا ما قالته معلومات الصحيفة من دبلوماسيين غربيين مقربين جدا من الإدارة الأمريكية الاقتراح الأمريكي كان جزءا من تغيير شامل في نهج العلاقات الخارجية الأمريكية من قبل أوباما مع دخوله البيت الأبيض في الإدارة الأمريكية أمل أن يساعدهم التقرب من إيران على التوصل إلى تفاهمات مبدئية حول وقف برنامجها النووي علمت معاريف أنه عقد على الأقل لقاءان مباشران بين ممثلين أمريكيين رسميين وممثلين إيرانيين حول القضية منذ صيف 2009 إسرائيل هيوم زلمان شفال كتلة كبيرة جيدة للدولة ثم تسؤالان يطرحان على بيساط البحث في أعقاب الاتحاد بين حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا هل هذه الوحدة جيدة لإسرائيل وهل هي جيدة للليكود وللنتنياهو الجواب الأول هو نعم مطلقة أما الجواب الثاني ورغم كونه إيجابيا إلى أنه يرتبط أساسا بما سيحصل بعد بضعة سنوات كثرة التكهنات كادت تنسينا الجوهر إسرائيل ستواجه في السنوات المقبلة تحديات غير مسبقة التهديد الإيراني الربيع العربي وتداعيته غياب استعداد الفلسطيني للسلام حال لا يقين على المستوى الدولي حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتصدى للقوى التي تنوي المس بمكانتها في العالم وكيفية تصديها لها كل هذه التحديات تضاف إلى الاختبارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا لذا يجب على إسرائيل تأليف حكومة مستقرة وحكيمة والوحدة بين الليكود وإسرائيل بيتنا هي الخطوة الأولى على هذه الطريق يدعو داحرونوت الموضوع الفلسطيني بين نتنياهو وليبرمن في المجال السياسي توجد فجوة جدية بين رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو ووزير خارجيته أفكدور لبرمن لا سيما إزاء العملية السياسية نتنياهو يكرر دعوته لرئيس الفلسطيني أبو مازن للعودة إلى طاولة المفاوضات ويعتبره زعيما شرعيا للشعب الفلسطيني في المقابل ياميلو لبرمن للإدعاء أن الرئيس الفلسطيني ليس شريكا وأنه العقبة الكبرى أمام السلام بالنسبة إلى إمكان إقامة دولة فلسطينية نتنياهو يؤيد قيامها على الأقل كما ورد في خطاب بار إلان عام 2009 أما برنامج إسرائيل بيتنا فيشير بوضوح إلى أن الهدف الحقيقي من هذا المطلب هو شطب دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية لبرمن يدعو أيضا إلى إسقاط سلطة حماس في غزة بينما امتنع نتنياهو كرئيس للحكومة عن شن عملية عسكرية واسعة تسقط الحركة أستاذ إيميل استكملا للمحور الأول الذي كنا نتحدث حوله حول أزمة اللبنانية وتدعيات اغتيال اللواء وسام الحسن هل يستطيع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وحده تقديم الصيغ لإخراج لبنان من عنق الزجاجة عبر تقديم بدائل للحكومة الحالية أكيد لا أكيد لا لبنان يحكم جماعيا نحن من الطائف وبالطالع صرنا اللي بده يتوفق مع دولة الرئيس بري مع وليد بيك جمبلات مع الرئيس مياتي مع الكتل الكبيرة مع تكتل كتلة الوفاء المقاومة بالأبس القريب كان باجتماع صريح مع الزميل محمد رعد ناطر هلأ لا يرجع الجنرال عون لا يجتمع معه وكمان اجتمع مع دولة الرئيس سانيورا يعني بده يعمل مروحة يبقى أن حزب الله من خلال الاجتماع الذي حصل بين رئيس الجمهورية والنائب محمد رعد موافق يعني مبدئيا على الحوار حول الحكومة ولا مرة حزب الله ما وفق على الحوار ولا مرة ما بيقاطع الحوار ما بيقاطع الحكي مع الشريك الثاني هاي عظمته وينطلق من منطق ما وهني مشكلتهم مع حزب الله دايما أنه المنطق تابع حزب الله ممسوك ومتماسك منطق متدرج متماسك وهني منطق موروب بيصور فيه خلاف ولكنه يرفض تغيير رئيس الحكومة مين الحزب حزب الله يرفض تغيير هيدا منطق غير ممسوك إذا أنا مقايدك أو أنت مقايدني هيدا شو اللي خصة بالمنطق إذا أنا مقايد زايد مش عمر ولكن إذا كنا نريد يعني البحث عن حلول نعم الرابع عشر من أذار تريد تغيير رئيس الحكومة والإتيان برئيس حكومة حيادي وتشكيل حكومة يعني من تكنقراط أو حكومة حيادية وطنية وما إلى ذلك من تسميات مختلفة لماذا أنتم إن كنتم تريدون الحل فعلا لا تسيرون في هذا الخط وين في حيادي سسميلي حيادي واحد بلبنان يعني قالوا عن دولة الرئيس مئاتي هو الأكثر حيادية تسمح لي هناك من طرح مثلا يعني السيدة ليلة الصلحة مش حيادي السيدة ليلة الصلحة في أحلى منها بس مش حيادي ما في حيادي بلبنان يا أخي انتبهوا حتى أنتم الإعلاميين واعتغلطوا ولا حيادي دولة الرئيس مئاتي بالألفين وخمسة ما كان حيادي طلع أكثر واحد طرف وفريق هلأ حيادي وأمن انتخابات بالألفين وخمسة وصلنا بالألفين وعشرة شخصية أكثر من طرف طرف مع من أو إلى جانب من الآن الآن السيد ميقاتي طرف إلى جانب من أنا برأيي وسطي مش طرف بس هني عاملينه ضرف لأنه لأنه هو قعد بالسراية وبالأمس أيضا قوة الثامن من أذار قبل عملية الاغتيال كانت تعتقد بأن الرئيس ميقاتي طرف إلى جانب الربع عشر من أذار وسمعنا اتهامات في هذا الإطار لا هايدي من أفراد مش حبينه لدولت رئيس مئاتي الرأي ثماني أدار بيجي من الربعية من ربعية الأقطاب يعني من من السيد حسان ودولة الرئيس بري والجنرال عون وسلامان باك فرنجي هدا الرأي بيجي ببيان هدا رأي ثماني أدار أما إذا طلع أمير رحمة مزعوج من دولة الرئيس ميقاتي وقال كلمة أنه ما هو عطى أكتر ما عطى بيقولوا عنه أنه عطى أكتر ما عطى سعد الحريري ما يدي كلام عمين قال بس مين عم بيقوله؟ بيقوله بعض الأفراد فيه ثماني أدار سيدا مش رأي ثماني أدار هدا رأي شخصيات من ثماني أدار جميل تحدثت سيدي عن شموش جميل؟ جميل هذا الحوار الذي نجريه معك تحدثت عن يعني وجوب أن يكون هناك دعم لرئيس الجمهورية لإكمال المشوار هل نحن بحاجة إلى دعم دولي وأقليمي أيضا؟ طبيعي ما مدى دور الدعم الدولي والأقليمي؟ لإنجاح الحوار كبير للأسف هل يمكن أن يحصل؟ لبنان ساحة مستباحة هل يمكن أن يحصل الآن؟ لو ما الدوحة لو اجتمعنا ببيروت وما رحنا على الدوحة في 2008 كان زارجي ما كان زارجي كان اختلفنا أكتر ولكن الظروف مختلفة الآن هل يمكن أن يحصل؟ أي دولة شمالا أو يمينا بس نجتمع فيها اللبنان لا يعطي إلا في عواصم الخارج لا يعرف أن يعطي في عاصماتها طيب بس أنا بس لك استاذ ملحم نقطة الحيادية حرام يعني ما يضيع فيها إنه مما كان بيتمنى أي شخصية هلأ سنية بتتمنى تعمل رئيس وزراء وما تترشح بالألفين و و و و و و يعني بتدخل عندي رئاسة الحكومة بالألفين و و و و و عأساس رئيس حكومي حيادة غير مرشح ومش مشكلة إنه واحد غير مرشح يعني حيادة مش صحيح ممكن يكون غير مرشح للانتخابات وهو مش حيادة ما في في أمام الاستفاف العمودي بلبنان ما في حيادة الحيادة يعني مش موجود ما في حيادة بين موقف المواجهة مع اسرائيل والممانعة وبين موقف التطبيع والعلاقات وضرب محور الممانعة ما في أين هو الحيادة يعني أنا برأيي صار عار على كلمة حيادة إذن نحن مستمرون تنش شو تكنو يعني شو تكنوكرات يعني على كل حال يعني حسب أكثر حكومي فيها تكنو هي حكومتنا هلأ أكثر حكومي فيها ديت تكنوكرات هي هلأ أنه في أهم من نقيب محامين تجيبوا تكنو على وزارة العادل في أهم من محام يعرف الصولات والجولات تجيبوا على وزارة عمل في أهم من 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 مهندس بكل الميادين تجيبوا على وزارة تقنية بالاتصالات أو بالطاقة في تقنيين كتير جوا إذن نحن مستمرون في هذه الدوامة الحالية إذا لا يوجد إذا لا يوجد شخصية حيادية الآن وقوى الرابع عشر من أذار تصر على تغيير رئيس الحكومة نحن مستمرون يعني راس محملين ودم إحنا لحد دل بعد ما حدا حملنا دم كتب خير محملين ودم ونوين حياديته أمامه وهو أكثر من حيادي وفعل لمصلحة ما كان يمكن أن يفعله سعد الحريري لو بقي رئيزا للحكومة أكثر مما كان يمكن أن يفعله سعد الحريري ومش قابلين لأنه هو بالسرايا وهذا الحكي أنه أنه بتجي حكومة بتعمل مظلة أمان بلبنان لأنه غير متواطئة مع النظام السوري كلام كلام يعني آخر ولد علش ما بيقبل فيه دولة الرئيس السنيورة كان متواطئا يعني هايدي التهمي مباشرة لدولة الرئيس السنيورة 12 اغتيال 18 اغتيال بعهده وبعهد سعد الحريري يعني فؤاد السنيورة كان متواطئا مع النظام السوري وسعد الحريري ذهب لمصافحة اللي كان متواطئ معه فؤاد السنيورة يعني ينتبهوا على كلام هذا كلام ضدهم أستاذ ميل كلام ما بينسبهم أبدا أنا أريد أن أنتقل إلى الأزمة السورية والموضوع الهدنة التي طرحها الأخطر الإبراهيمي ولكن قبل ذلك يعني سؤال يطرح نفسه في الشأن اللبناني أنتم في قوى الرابع عشر من أذار ماذا ستفعلون في حال استمرت الرابع عشر من أذار في مقاطعة الجلسات البرلمانية وفي حال يعني سقط قانون الانتخاب الجديد في ظل المقاطعة طبعا أنا قلت عنه أنه إن الإجحاف الواقع بتركيبة اللبنانية نتيجة القانون الحالي هو بحجم بحجم عدم عدم إصدار قانون جديد يعني هو المنطق القانوني السهل بيقول أنه بس نصال على الانتخابات نحن مجبورين وملزمين قانونا أنه نعمل الانتخابات بالقانون الموجود القانون الموجود نتيجة رأينا ورأي الآخرين ورأي الكمام الروحية من بكركي إلى آخرين أنه أنه هو مجحف إن الإجحاف بيصال لحد الريزون ديتا الريزون ديتا أقوى من الدستور مرات مثلا شارل دوغول كان يعد بين الريزون ديتا لفرنسا أهم من الدستور عنده الريزون ديتا عندنا نحن هلأ بعد رأي كل لبنان أنه قانون الستين مشحف هو بقيمة الدستور فإذا كيفية مواقمة دستورية وقانونية الاستمرار بالقانون السابق وإجحاف هذا القانون السابق لدرجة أنه صار في صالح وطني عام يعني صار في صالح وطني والصالح الوطني دائما يمر حتى قبل القوانين وقبل الدستور هاي متروكي مش إلي متروكي لكبارنا اللي بيعرفوا يدوروا الزوايا مظبوط وأحد أهمهم هو دولة الرئيس بري لنشوف كيف بدنا نرتب أن نصل على ربيع 2013 نكون رايحين على انتخابات دون أن نقع في قانون بيأمن إجحاف كبير لدرجة أنه بيمس بالصالح الوطني العام ودون أن نخرق القوانين والدستير كيفية المواءمة أنا يرايك بعرفها إذا بعرفها بصور لازم بموقع ثاني سأنا ما بعرفها بتركها لكبارنا اللي معقول يقدروا يطلعوا بحل أو بتسوية ولبنان خلص ثبت أنه دولة التسويات نطرينا للتسوية نعم في الموضوع السوري برأيك أستاذ إميل من يتحمل المسؤولية عن خرق الهدنة يعني أنا 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 متأكد أنه أنه الرئيس بشار الأسد اللي وعده فيه الأخضر الإبراهيمي نفذه كيف وقال لما كان وعده هو مشهور بكلمته أنه بس يعد بيوفي الرئيس بشار الأسد هاي دي مشهورة عنه أعداءه كما أصدقاء وبيقولوا عنه صحي ولكن المعارضة تقول بأنه النظام هو من خرق الهدنة من خلال القصف الجو هيدا طبيعي أنه المعارضة بدأتقول فيه مجموعة اسمه النصرة جبهة النصرة هي قالت دي جا من الأساس أنه لا توافق على الهدنة من الأساس الرئيس بشار معه حق هي فصيل من فصائل المعارضة جبهة النصرة شاك نعم وقالت أنا بدي دل قوس مما يعني ليش لا يفتش القاضي إذا بك تسلمه هالملف لحدا للأخضر الإبراهيمي ليش بدي يفتش ما في حدا قال له يا حبيبي خيط بغير بسلة ومنه من النظام ليش بدأ نظل نحلل هناك هناك من يقول بأن الرئيس بشار الأسد من خلال قبوله بالهدنة جرى المعارضة المنقسمة على ذاتها إلى المستنقع المستنقع الذي أريد له يعني من خلال الآن الحديث عن أن المعارضة هي التي خرقت الهدنة على الأقل يعني أمام المجتمع الدولي ممكن يعني ويحق له يعني هو عم بجرب ينكز ينكز بلده الرئيس الأسد الرئيس الأسد لغى المادة التامنة أنا بعد إلغاء المادة الثامنة من دكتور ما عدت أعرف ليش بعد في ثورة بسوريا إذا إذا فيد إذا إذا المطلب الوصول إلى وطن فيه ديمقراطية وبداية ديمقراطية وتطويرها أنا ما عم بعرف ليش الخسائر كلها فإذا في شيء تاني في شيء تاني بدون ياخدوا سوريا من مقلب إلى مقلب فيه فريق ولكن ألغيت المادة الثامنة بعد فترة طويلة من إراقة الدماء عزيم عزيم الفرنسيين بيجننوا أيليني ميوفو تاركو جامي أن يأتي شيء متأخرا أفضل من أن لا يأتي أبدا إجا إجا نحن بالألفين واربعة عشر فيه انتخابات رئاسية بهالانتخابات الرئاسية إذا ربح بشار الأسد بيكون كل الشغل مش ديمقراطة زور ليش لأنه إذا ربح بشار الأسد عمل ستين أو خمسة وستين بالمية من الشعب السوري أو سبعين أو خمسة وخمسين منكون عم نلغي إرادة خمسة وخمسين وستين وخمسة وستين بالمية من الشعب السوري كيف منكون عم نعمل ديمقراطية هلأ أمبارح لو ربح أحمد شفيق يعني أخذ له مليون زيادة أو خمسمائة ألف زيادة ما كان عمر رئيس ومرسي خسر كان طلع كال الخبرية أنه عاد إجهة واحد بخص حسنين بارك تب هاو دي 11 مليون اللي صوتوا لأحمد شفيق شو إلي معهم لحتى إلغيلهم رأيهم هلأ هني موافقين لأنه بصندوقة الاقتراع خسره بسوريا بسوريا إذا وصلنا على 2014 بانتخابات لأنه ثبت أنه هذا الرجل قوي شعبيا قوي جدا لو ما أنه قوي شعبيا ما بيصمت العالم كله ضده وصامد وما عنده ناس ما عنده بيئة حاضنة هذا حكي غير مقبول عنده بيئة حاضنة ما عنده كل الناس بس عنده ناس طب برك هالناس أكسرية ولكن المعارضة تقول بأنه صامد بالعدة والعتاد طب كيف بقي العد والعتاد معهم هاو ناس لاش هالعدة والعتاد ما زالهم هالأد مرتحين لاش ما راحت لعنده العد والعتاد كيف موقفة الرئيس بشار الأسد يعني عامل بإيدي مغناطيس وسحرون وحططون عنده طب ليش ما فلت لعند الآخرين هاي العد والعتاد بس تفل لعند الآخرين بيسقط الرئيس بشار الأسد بأن ما فلت بأن بقيت ما هيدا الكلام من المعارضة هاي قيمي للرئيس الأسد مش ضده هاي دي في صالحه هاي قيمي للرئيس الأسد أن يبقى الجيش في مكانه والانشكاكات لا حسابات لها أن يبقى الشعب بأكثرية مكبولة جدا لكي لا أقول وزيد أنا أنه فائقة لا شعبية وزنة موجودة معروفة نعم اسمح لي بدأ يدهمنا الوقت وأنا أريد أن أطرح في هذا الشأن عدة أسئلة يعني منذ أن طرح الأخضر الإبراهيمي موضوع لهدنة كان هناك مباركة دولية واضحة لهذا الموضوع نعم الآن برأيك هل انهارت الهدنة بعدما اخترقت أم أن الدول الغربية التي باركت الهدنة منذ عرضها وطرحها من قبل الإبراهيمي ستحاول إنقاذها في الرمق الأخير أنا برأيك ستحاول الإنقاذ فيه مصلحة كبيرة عند عند اللي كانوا بدون يسقطوا الرئيس الأسد ما تقدر تحكيهم كانوا شو ما حكيتهم بفرنسا بأمريكا يقولوا لك حكينا أبري أسد ما تحكينا أبري أسد كله يقول أبري أسد يعني بعد الأسد أنه هذه أصص خالص صارت أصمحت متائل هيسرهم سنة ونص يحكوا بالأبري أسد وإذ طلع ما في أبري أسد كمان هني الدول العظمة عندها بالآخر ما بيفوتوا بالحيطان لو سمحت لي إشرح ما هي المصلحة عند عند الدول الغربية ذكرت بأن هناك مصلحة لدى الدول الغربية الآن في إنجاح هذه الهدنة ما هي المصلحة بالتحديد نحقل لك شو بسوريا بسوريا طلع إنه في أصوليين وتكفيريين عم يقووا وعم يكتروا وعم يتجمعوا على الساحة السورية من كل أكتار ما هيدي فكرة نعم هي فكرة الإسلام براء منها هذه الفكرة الإسلام الحقيقي براء منها وهذه الفكرة عم تكبر التكفير الآخر والكتال وهيدي لننا سنة ولننا شيعة ولننا علوية ولننا مسيحية هايدي فكرة يرفضها كل الناس ثبتة ثبتة وخصوصة إنه الربيع العربي إذا سميناه الربيع لها لم يعطي دليل حسي لهذا الغرب إنه البديل كان أفضل من السابق يعني الغرب قال إنه أنا رايح على بديل وإذ تلعت البدلة إخدتك على مجهول إخدتك على أمكني لا تعرف لا تعرف إلى أين يعني تونس الماضية أفضل من تونس الحاضرة مصر الماضية أفضل من مصر الحاضرة يعني ما في بديل ما في مثل سامبل مثل ما بيقولوا الأمريكان زي زي لا يوجد لا يوجد سامبل ما عندهم سامبل ليقولوا بدنا نعمل مثل بدنا نعمل بسوريا بسبب انقسام المعارضة وعدم يعني وضوح برنامج السياسي حتى بليبيا يلي مصلحة قصوى عالمية بكل الأطراف انه يفل معمر الأزافة مصلحة قصوى وما في ما ممكن يكون فيه أسوأ من شي ما بعد معمر الأزافة ولح تطلع القصة متوازية لك إذا ما عمر الأزافة ما عملنا إذا بعد معمر الأزافة ما بنقدر نعمل بديل أحسن شوي يعني لدينا مجكلة بهذا الربيع العربي لأنه ما ممكن تلاقي أسوأ من معمر الأزافة بالعالم معما أنه الضرب بالماء تحرام حتى ولو كان معمر الأزافة بس ما ممكن إذا فتشت في كل العصور وفي كل الأزمنة وفي كل الأمكنة لن تجد أسوأ من حكم معمر الأزافة وبعد ما شفنا ليبيا الجديدة هيك تسترعيلنا انتباهنا فإذا كيف بدك تنتقل من 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 سوريا اللي كانت فيها حضور فيها موقف سياسي جاي كيف بدك تنتقل إلى مجهور جديد نعم للأسف يعني دهامنا الوقت النائب اللبناني السيد إمير رحمي أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في استيديوهات الميادين وشكر موصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا